فجئنا مجلس أمناء جيزة سويرس السنة دي بإعلان القيمة القصيرة لأفضل رواية لفرع كبار الأدباء لأول مرة من تأسيس الجيزة من حوالي 16 سنة قدارة الجيزة عودتنا السنين اللي فات إنهم يعلنوا القوام القصيرة لأفرع شباب الأدباء وبيعلنوا الفيز بجيزة كبار الأدباء مباشرة يوم حفل توزيع الجيزة لكن يبدو السنة دي إنه كان فيه متغيرات كتير بسبب انتشار فيروس كورونا من السمح بالتقديم الإلكترونية لتأجيل الحفل الشهر إبريلي الجي بسبب الإجراءات الاحترازية خلق دارة الجيزة تعلن القيمة القصيرة كنوع من أنواع التحفيز والتشجيع للكتاب المتواجدين في القيمة القصيرة اللي أعلنت وضمت لأول مرة 6 روايات لست كبار من أسماء الأدباء في مصر لكن إيه هي الروايات وموضوعاتها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة في حلقة جديدة من برنامج بلا الخانة جهز كباية الشاي وتعالوا من درد الشوائر مبدئياً كده هنتكلم عن الروايات بحسب الترتيب الأبجدي اللي وضعت وقدرت الجيزة في إعلانها للقيمة القصيرة أول رواية معنا هي رواية حصن التراب للكاتب أحمد عبداللطيف صدرت سنة 2017 عن ظهر العين للنشر ودخلت القيمة الطويلة للجيزة العالمية للرواية العربية البوكر سنة 2018 أحداث الرواية بتتكلم عن حكاية حصن التراب وهي قرية إسبانية قريبة من غرناطة أثناء مرحلة رحلة حرجة في التاريخ العرب وهي لحظة سقوط الأندلس والأحداث اللي ترتبت عليها زي محكمة تفتيش تعذيب المسلمين وتنصرهم على إيد ملك قشتالة فرناندو زوجته إزابيلا وده من خلال حكاية عائلة محمد جيمولينا واللي هي واحدة من أكتر المئاس الإنسانية اللي لا يمكن نسيانها في تاريخ سقوط الأندلس أحمد عبداللطيف قدم لنا في روايته حكاية بتمتد على مدار سلاسة كورون من أول سقوط غرناطة سنة 1492 نهاية بأزمة أفراد العائلة اللي وصلوا تطوان بعد التهجير وتجسيد أزمة الهوية بعد ما اتطردوا من إسبانيا لأنهم مسلمون عرب واتطهدوا في تطوان لأنهم مسيحيون أسبان الرواية التانية اللي معانا بيط القبطية الأشرف العشماوي صدرت سنة 2019 عن الدار المصرية اللبنانية الرواية بتتكلم عن التعايش السلمي في مقابل الاستسلام للقراهية والتفتيش عن أسبابها بطالها نادر بيك فايز وكيل النيابة اللي بيتم انتدابه القرية الطيعة في صعيد مصر واللي بيمر فيها بعواصف من الفتن الطائفية بيسعى فيها لتطبيق القانون لكن بيتفاجئ بحدثة غريبة من أول يوم له في القرية وهي جريمة أتل بتتفرق دمها بين الأهالي ويلائي نفسه محاصر بالحكايات المختلفة وكل ما تحصل جريمة قتل أو حرق منازل ومحاصيل تنتهي بالعبارة المشهورة الفاعل مجهول الرواية الثالثة اللي معانا هي الزوجة المكسيكية للكاتب الدكتور إيمان يحيى صدرت سنة 2018 عن دار الشروق في القاهرة ودخلت في القائمة الطويلة للجايزة العالمية للرواية العربية البوكر 2019 الرواية بتدور في زمن الخمسينات في القرن الماضي في ثلاث أماكن المكسيك وفيينة والقاهرة وبتحكي قصة زواج الأديب الكبير يوسف أدريس اللي في الرواية هنلاقيه اسمه يحيى من ابنة الفنان المكسيكي ديجو ريفيرا أهم فنان الجداريات في القرن العشرين واللي الكاتب استلهمها من واقع تصريحات يوسف أدريس عن رواية البيضاء قال إنها من وحي علاقة زواج من فتاة مكسيكية الرواية بتدور أحداثها على مستويين زمنيين الأول قبل صورة يناير بحاجة بسيطة واللي بتنشط فيها الحركات الاحتجاجية اللي شاركت فيها أو بشكل آخر الطالبة اللي بتعد رسالة دكتوراه عن يحيى مصطفى طه وهو الاسم اللي اختاره الكاتب لبطل الرواية وهو نفسه الاسم اللي اختاره يوسف أدريس لبطل روايته البيضاء أما التاني فبيرجع إلى وقت انعقاد مؤتمر أنصار السلام الدولي في فيينا أوائل خمسينيات القرن الماضي اللي شاهد حضور عدد من كبار المثقفين والفنانين في العالم كله وكان من بينهم بابلو نيرودا وأراجون وهناك التقى يحيى بيروس أول معمالية في المكسيك ونشأت بينهم قصة حب انتهت بالزواج وبيقرروا الاستقرار في القاهرة الرواية اللي بعد كده هي غيوم فرنسية للكاتبة والنائبة في مجلس النواب الحالي ضوحة عاصي اللي صدرت سنة 2020 عن دار ابن رشد بتدور أحداث الرواية في نهاية القرن الثمنتاشر ومطلع القرن العشرين مفترق تاريخي بعد رحيل الحملة الفرنسية على مصر بنشوف فيها مجموعة من المصريين اللي كانوا بيتعاونوا مع جنود الحملة بيقرروا انهم يرحلوا معاهم لفرنسا وبنشوف حلمهم بحياة جديدة في فرنسا لكنهم بيواجهوا مصير غامض وأشد قصر الرواية اللي بعد كده هي جنازة جديدة لعمات حمدي رواية للكاتب وحيد الطويلة صدرت في 2019 عن دار الشروق بطالها زابط مباحث بالنهار بيتعامل مع مسجلين خطر وبالليل بيمارس هويته هي الرسم أحداث الرواية بتبدأ في صرادك عزاء كبير لابن أحد المسجلين خطر وبنشوف فيها أحداث البحث عن القاتل المجهول للمسجل خطر أما الرواية اللي بعد كده فهي كيميا رواية للكاتب علاء الدين صدرت في 2019 عن دار الشروق بتدور حوالين شخصية الفتاة كيميا اللي نشأت في بيت الشاعر والعاشق الصوفي جلال الدين الرومي واللي قدمها زوجة لأستاذه شمس الدين التبريزي على الرغم من إنها كانت أصغر منه بـ 48 سنة الرواية بتطرح مجموعة من الأسئلة الصعبة منها ليه التبريزي وافق إنه يتجوز بكيميا مع إنه في عمر أجدادها وإيه السبب اللي خلاها تتعب بعد ما تجوزته وفضل التعبان لحد ما ماتت وإيه سبب اختفاءها من الحكايات وليه جلال الدين الرومي ما ذكرهاش وكأنها نكرة والسؤال الأهم ليه جلال الدين الرومي يجوزها لشمس التبريزي مع إنه كان عارف إنها بتحب ابن علاء الدين دي كانت روايات القائمة القصيرة لأفضل رواية في فرع كبار الأدباء اللي أعلنت عنها جائزة صويرس السنة دي واللي هننتظر نعرف مين فيها الفائز وعلى ما يتم الإعلان هستنى رأيك وترشيحاتك وتوقعاتك بإيه هي الرواية اللي ممكن تفوز بالجائزة وإيه أكتر رواية حبتها شوفكوا الأسبوع اللي جاي سلام اشتركوا في القناة